سيناعية داخل تونس العاصمة كيفما العادة حي النور وحي ابن سينا ليخف عليها الضغط شوي في تجاه ميغرين رياض والعكس ضغط كبير على طريق هذية شوي رع تونس العاصمة بخاتيكمون كلهم دوا يعنيوا من سيركولاسيون كبيرة برشا نيسون منديلا يكون أخف شوي الانويت الـ R21 هذو ما أهم الطرقات اللي فيهم سيركولاسيون كبيرة وإن أقولكم سيصروحكم ونشارك لكم توسي لبس تقريبا كل الإدارات حالة اللي بينهم بتاعها ما نعرش الثقافة شنية ومورها ودار الشباب شو فيها جديد بعد الجنجل هننخذو عبدالله في إدارة التنصية إدارة في خدمة المواطن أيس يا عبدالله أبتالله أسبوع خير أميني نظم تحية مجدد المستمعي راديو ما تحبينا نرجع الدارة الشباب المتابعة نعرف علاش رجعنا متابعة الأشغال نتابع في الأشغال توعاً نروا عن شهور نتابع في الأشغال باش نطرحوا زادة واقع الثقافة والشباب في سليمان لأنكو قولوا سليمان وقولوا ثلاثة بلديات كاملة بلديات سليمان بلديات الشباب بوشراي وبلديات قربص يعني انتباد شكاني وانتباد بانشغرافيا سليمان مش كبيرة مقارنة بالهوارية والميدة وتكلثة لكن سليمان معناها عدد ديمغرافي كبير معا فيهاش حدث مرفع شبابي بس نادي الشباب بالمريسة شكنا الوضعية المركز بلدي شباب ببوشراي كتاس مغلق دار الشباب الحاجة اللي اتمن احنا حبينا نتصل بمدير الدار الشباب باعتبارية لتابع المسروع ولكن هو التوقيت الإداري تحمي يبدو تسع عليك اللي التمن ان الاشغال تقدمت وبصورة ممتازة معناها نعتقد معناها في المدة اللي عدناها تقلب الاشغال بصورة ممتازة عبدالله عطينا فكرة معتوين وصل وتواف الاشغال حسب الحاجة البيئة يقل السبعة مطاع الصباح يعني خدامة كانوا متواجدين وكانوا فوق شحاجة البيئة ذاك الوقت متاح عمراو عبدالله عادي من غير كل واحد يبدأ يخدم في خدمة اللي هو لازم يخدم يخدمه يخدم على روح السبعة هاي وش عامل مزيد البيئة انو تقريبا معناها النوادي تقريبا الامتهات حالي الاشغال بالإدارة ونوادي الكاراتي ونوادي معناها النوادي الرياضية معناها يبدو لانو دار الشباب ان شاء الله تكون تنتهي في الوقت طبعا هذا ممتاز برشا تبقى زادت سؤال يطرح نفسه دار ثقاف سليمان هذا المشروع اللي تم الاعلان عليه وتقديمه للأعلام والحديث على الميزانية وتخصيص الأرض واسمعنا انو مرحلة الدراسات انتهت وفي مرحلة تفق وينه مشروع داي متروح من 2006 تم جدد معناها أكتر من مرة عبدالله قبل ما نحكي على دار الثقافة بالنسبة لدار الشبيب وقتيش تفتح أبويبها وقتيش لا تستقبل اللجان بشيء ما هو موجود ان الأشغال تسعى أشهر لكن بعد يقول انها بشكون حاضرة في ديسمبر معناها إن شاء الله هي تلجم تكون حاضرة في ديسمبر إذا كان الأشغال متوقفت في الصيف بعد الصيف معناها وقتين نعرف دور الثقافة الوقت انتهحهم في الصيف انهم يحلوا بربي يا جيهان أنا فهم جملة قالها من عرش اسكو يقصدها ولا لا كي يقول لي إن شاء الله ما توقفش في الصيف عليش في الصيف مش توقف الأشغال لأنه عادة تعودنا نحنا بعض الكونجيات وبعض الأشغال يعني العديدة وهذا يشفنا الأشغال تتوقفها وبدعوة أنه كونجي الخدام يكون كونجي الجماعي هوق الأشغال تتوقف جملة كونجي ماكسما سمعني وفهم هذي وفهم رو مرافق عمومية وفهم أشغال ما زميش توقف لشنو هيدا معناها ومعناها مش ني خرجين يكونجي ولا جي تخرج كونجي توفى ما فهماش يكون فهماش استمرارية مثلا في المتيناء لهون مش هيدا غير المعقول أخ لملاحظنا أمين كذلك كما هو التقليص ما تعرف أنت برشا خدامة خصام في المشايع تخرج كونجي إما العدد الخدمة ينقص معناها الأشغال وطيرة الأشغال تنقص وبتبع نفهم وحتى على الخدمة وعندد ساعات العمل تنقص التقدم من المشاريع أو يقول لك أوكيان نخسر نوقف الخدمة ومن بعد نرجع نحن نتمني ما تقفش الخدمة وما ينقفش مش نتمنيه ما لازم يش تقف الخدمة سي عبد الله ما نتمنيه شحنة نحن ما لازم يشتق في الخدمة على كل هذا توم هو إيش ما تروح هذا توم هو إيش ما تروح سليمان اللي خلانا نرجع وراء ومرجعنش وحدنا بتلب من بعض شباب من سليمان يقولوا بربي أنتم وعطونا بالمتابعة بربي ماذا بينا تتكلموا خلي زيد الموضوع يسرع شوية لأن سليمان معناها في حاجة معروفة منارة ثقافية أنشطة ثقافية متعدة أنشطة شبابية جمعيات رياضية معناها حق متائج كبيرة صحيح وفرولها جمعيات هذية بعض فضاءات لكن مثلا الكاراتير أو الجيدو أو كذا معناه يترانيوا في ظروف أخرى تنس الطاولة القاعة متاحة مثلا حاليا أنها في دار شباب وهي أيضا تعرض لأشغال وتعرض نقوله تنس طاولة رو عنا أبطال إفريقيا وعننا أبطال عرب وعننا كأس تولس يعني ما كانتش مجرد دار شباب هي كانت تقريبا معناها محظنة لكل المواهب الرياضية في الرياضات الفردية في سليمان شكرا لي شباب يتلخف باش الدار شباب ذي تفتح أبوابها من جديد هذا هو عطوا في كل مرة بكل صراحة الإدارات اللي زورناها فهنا عادوا نعملوا 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 وخاصة اللي فيها أشغال واللي فيها مشاريع الحقيقة تم جهة كاملة صورتو ويمين زيدا عمنا ولتحكي في سليمان على مسرح ما كانش فهم موجود مسرح المهرجين تعمل بضعة أيام لأنه مفهمش شوين يعملوا العروض مرة في تغام مرة في دار شباب كل مرة وين المسرح تحكي عليه برشا عمنا زيدا نبش تم إحداث مسرح في سليمان ما ما تمش دار ثقافة اللي كان حكي عليها عبدالله زيدا كيف كيف ما تمتش دار الشباب الوحيدة اللي موجودة في سليمان مرفق ثقافي الوحيد ومفهمش مزيد الأشغال كاملة به التحسين ولكن على أقل يكون فهم البديل في البريود ديما فهم حاجة ترانزيطوار نشوفوها بالضبط على كل احنا نواصل معكم بعد الفاصل